الأهلي والشباب بوليس داد مواجهة مهمة جدا يوم الجمعة الجاة في دوري أبطال أفريكا شايف الأهلي يلعب المواجهة دي إزاي؟ شايف حالة النادي الأهلي كمان لهذه المواجهة هتكون عاملة إزاي؟ ويا حي دوما فيش حالة أنت راجع من فترة توقف أنت راجع من فترة كان الأداء فيها ابتداء نوعا ما بعد فترة اهتزاز الأمور بدأت تتحسن قبل التوقف مش ورك في دور المجموعات up and down أنت بتتكلم على خط مكسب وتعادلين كان ممكن بمنتهى البساطة ماتش بوليس داد هنا لما نبتلنا نتكلم فنيا على الماتش كنت تتخلص الأمور وسبع نقط والأمور تبقى سهلة جدا بماتش بوليس داد في القرية ديعت كتير جدا فالحالة أنت هتقيس الحالة في ماتش بوليس داد مش قبل ماتش بوليس داد ده رقم واحد رقم اتنين ما بين مباراة الذهاب ومباراة الدور الأول يعني ومباراة النهاردة بتتكلم على خمس تغييرات إجبارية بتتكلم على محمد الشيناو مش موجود بتتكلم على بيرسي تاو مش موجود بتتكلم على أليو ديانج مش موجود دول ثلاثي خلاص مليون في المية مش موجودين بتتكلم على أنه حتى كهرباء مش مؤكد أنه هيلعب في الأغلب مدست اللي هيبدأ المباراة فأنت بتتكلم على الكوكا برضو الكوكا مش موجود بس كوكا ما بدأش مباراة الذهاب فأنت بتتكلم على خمس عناصر الأهلي كده كده غايب عنه فريق كامل لكن بنتكلم على الفرق ما بين مباراة الدور الأول ومباراة الدور الثانية عندك خمس غيابات على الأقل فأنت بتتكلم على نص الفرقة بالكامل متغيرة في مناطق حساسة في الملعب لما تيجي تروح ياسر كمان ياسر برايمة كانت شو موجود في مباراة الدور الأول جولة الأولى كان موجود رامي ربيع جنب عفوا محمد عبد ميلمة كانت شو موجود كان موجود ياسر جنب رامي ربيع تعاني شو بقى التشكيل عشان نكسى بقى التشكيل المثالي أو التشكيل الأفضل أو التشكيل الأقرب يعني معلومة مكرونة برأينا يعني شو بير طبعاً في حرصة نورة بعد قصوات محمد شنو أكيد مفيش خلاف محمد هيا ناسر برايين محمد عبد مينة معالي معلول برضو مفيش خلاف مروان عطيه مفيش خلاف مام عشور مفيش خلاف وهنقف شوية عند قبام عشور بعد شوية بس المشكلة والرجل عقله مشغول جداً هل السلية ولا أكرم السلية كان أقرب جداً أن هو يكون موجود السلية قالوا شد أول مبارح شد خفيف ممكن نلحق المباراة لك الراجل مش جازف مطش صعب مطش مهم فده شوية اللي خلى السلية وأكرم لتنين خمسين خمسين ماشي إحسين الشحات مليون في الماء في ظل غياب تهو ومودست في ظل الحالة الممتازة اللي عليها مودست سواء في المباراة الودي أو حتى في الاستعدادات بتاعة الأهلي في التراي ماتش اللي اتعملت مبين جوه الفرقة نفسها والنحية التانية أنا شايف أن طاهر هو الأقرب أنه يكون موجود في ظل كريم بعيد شوية عن مستوى كريم فؤاد حتى قبل التوقف في ظل ريدا سليم لسه مجهش بالمناسبة ريدا سليم هو موجود مع الفرقة ومسافر مع الفرقة وموجود في قائمة المباراة لكن صعب جدا أنه يبدأ بعد فترة الغياب دي يبتري أساسي في المباراة رغم أنه لو هو في حالته أساسي طبيعي طبعا يا بحسين وريدا سليم هما في الملعب فالأقرب والأجهز هو طار محمد طاريكم موجود فشوية الحتة بتاعت السلية أكرم وليه السلية أكرم لما نيجي بقى إيه الأسباب اللي تخلي السلية وأكرم ده لي إيه تجعل ده